لم يكن الوضع في مأرب مؤخراً على ما يرام هكذا يبدو المشهد بعد قيام عناصر مسلحة بأعمال تخريبية وإقلاق للسكينة العامة كما تقول الجهات الأمنية في المحافظة الأحداث بدأت بعد أن أقدمت عناصر مسلحة بإطلاق النار على أحد الأطقم التابعة لقوات الأمن الخاصة الذي يقوم بمهمة مراقبة أمنية عند مفرق سد مأرب ونتج عنه مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين اللجنة الأمنية قالت إن العناصر المسلحة قامت بعد ذلك بحشد عناصرهم والتجهيز بمختلف الأسلحة في محيط مدينة مأرب لكن الحملة الأمنية نفذت خطة معاكسة وقامت بالانتشار في تلك المناطق وبعد أن تدخلت الوساطات لتسليم المطلوبين تفاجأت قوات الأمن بقيام المطلوبين بتفجير الموقف من جديد وإطلاق النار والاشتباك مع أفراد الحملة الأمنية ما أسفر عن مقتل نائب مدير الشرطة في المدينة وإصابة ثلاثة آخرين مراسل قناة بلقيس في مأرب قال إن المواجهات دارت جنوب المدينة حيث استخدمت فيها العناصر المطلوبة أمنياً مختلف الأسلحة بما في ذلك سلاح المدفعية فيما أكدت مصادر محلية أن الحملة الأمنية ألقت القفض على خمسة من المطلوبين شرقية المحافظة وإنها تستكمل ملاحقة العناصر المطلوبة لكن الاشتباكات ما تزال مستمرة نتيجة امتلاك العناصر أسلحة رشاشة نصبتها في محيط المدينة تخوض القوات الأمنية في مأرب إذن معركة هي الأشد منذ بداية تحرك العناصر المسلحة في المحافظة التي ما تزال أطرافها تشهد مواجهات مع ميليشيا الحوتي ترجمة نانسي قنقر